اشتركوا في القناة في عالم مجزة والقى سعادة وزير الخارجية امام المؤتمر كلمة عبر فيها عن بالغ الشكر الى جمهورية سنغافورة وتجمع الحكماء والامم المتحدة على تنظيم هذا المؤتمر وتدارس التحديات التي تواجه الامم المتحدة وقال سعادة وزير الخارجية ان التحديات العالمية الهائلة التي حدثت قبل 75 عاما احدثت زخما واضحا ساهم في انشاء الامم المتحدة ونظام عالمي متعدد الاطراف وكانت الحاجة الى مثل هذا النظام وفوائده واضحة ولكن العقود الاخيرة رأينا فيها ما اسميه التعددية اللاوعية وقال ان ما نحتاج اليه اليوم هو تعددية الاطراف الوعية اكثر من الاصراحات المحددة للمؤسسات والنظم الفردية حيث يرى الجميع بوضوح فوائد التعاون الطوعي والترابط بين الدول ذات السيادة واشار سعادة وزير الخارجية الى ان جائحة فيروس كورونا المستجد تمثل في الوقت الحاضر تحديا وفرصة كذلك موضحا انه من السهل على الدول ان تنسحب من العالم وتغلق الحدود وتنافس بعضها البعض على الادوية والمعدات وتلقي اللوم الا ان جائحة كورونا هي ايضا فرصة مواتية ليس فقط لانها اظهرت قيمة التعاون في قضايا مثل اللقاحات والعلاجات ولكن ايضا لانها سلطت الضوى على مدى الترابط بين عالمنا وقال سعادة الدكتور عبداللطيف الزياني انه يمكن للمناطق الاقليمية ان تضرب المثل مع الدعوة الصريحة والصادقة لفوائد التعددية الاطراف والاعتماد المتبادل على المستوى الاقليمي مشيرا الى ان دول منطقة الشرق الاوسط ذات التفكير المماثل يمكن ان تضع رؤية واضحة وطموحة وواقعية حول كيفية قيام هذا التعاون لاحلال السلام والزهار وقال ان التعاون الاقليمي الفعال هو عنصر اساسي في التعددية وهو ما نص عليه الفصل الثامن من ميثاق الامم المتحدة الذي نحتفل به اليوم مواربا عن اقتناعه بان التعددية لا يمكن ان تنجح اذا كان هناك فراغ بين الدول الفردية والهيئات العالمية الامر الذي يؤكد بان الجانب الاقليمي امر حيوي ويمكن ان يلعب دورا رئيسيا في التغلب على تحديات تعددية الاطراف ترجمة نانسي قنقر